السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلاب الصف السادسي أهلا بكم في درس جديد من دروس مادتنا مادة اللغة العربية وصلنا في دروسنا الإلكترونية إلى الدرس الرابع من دروس الوحدة الأولى درس اليوم في قواعد الإملاء عنوان الدرس المد لنقرأ معا النص الآتي آمل يا بنيتي أن تأخذ بيد أبنائك كما كنت أخذ بيدك حتى أوصلتك إلى بر الأمان علميهم أن النجاح المتواصل أجمل مكافآت الجد في العمل وعويديهم على أن الأب والأم ملجآن آمنان لهم في كل وقت وعلمي يا بنيتي أن آثار التربية ترينها في كل تصرف يتصرفه أبنائك وكم آثر الوالدان على نفسيهما ليبنيا مستقبل أبنائهما الآن لنقرأ الكلمات الآتية القائمة ألف أمل أخذ أثر القائمة باء أأمل أأخذ وآثر القائمة جيم آمل أخذ وآثر لنجب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول ما حركة الهمزة الأولية في كل من الأفعال الواردة في المجموعة ألف أمل وأخذ وأثر نلاحظ أن حركة الهمزة الأولية هي الفتحة السؤال الثاني ما حركة الهمزة التي وقعت بعد الهمزة الأولية في كل من الفعلين أأمل وأأخذ حركة الهمزة التي وقعت بعد الهمزة الأولية هي السكون السؤال الثالث ما الحرف الذي تلى الهمزة في الفعل أثر في المجموعة باء الفعل أثر في المجموعة باء تلته ألف ماذا نسمي هذه الألف؟ نسميها ألف مد السؤال الرابع إلى ما قلبت الهمزة المفتوحة التي تلتها همزة ساكنة أو ألف مد في كل من الأفعال الواردة في المجموعة جيم قلبت الهمزة التي تلتها همزة ساكنة أو ألف مد إلى مد نستمتج تقلب الهمزة الأولية المفتوحة مدة إذا تلاها همزة ساكنة أو ألف مد نتابع اقرأ الكلمات الآتية القائمة ألف أثر مكافأة قائمة باء آثار مكافأات قائمة جيم آثار ومكافأات لنجب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول ما نوع الهمزة في كل من الإسمين الواردين في الحقل ألف من حيث موقعهما من الكلمة أثر نوع الهمزة في هذا الاسم همزة أولية مكافأة نوع الهمزة همزة متوسطة السؤال الثاني على ما كتبت الهمزة في كل من الإسمين كتبت الهمزة في كل من الإسمين على ألف السؤال الثالث ماذا نسمي الألف التي تلت الهمزة في كل من الكلمات الواردة في الحقل باء آثار ومكافأات نسمي هذه الألف التي تلت الهمزة ألف مد السؤال الرابع كيف كتبت الهمزة التي تلاها ألف مد في كل من الكلمات الواردة في الحقل؟ جيم نلاحظ أن الهمزة التي تلتها ألف مد قلبت إلى مد نستنتج تكتب الهمزة المرسومة على ألف في أول الأسماء أو في وسطها على صورة مد فوق الألف إذا تلتها ألف مد توصلنا إلى القاعدة القاعدة تكتب الهمزة على صورة مدة فوق الألف في أول الأفعال إذا تلاها همزة ساكنة أو ألف مد وفي أول الأسماء أو في وسطها أو في آخرها إذا تلتها ألف مد وبذلك أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسي المد دمتم في حفظ الله ورعايته موسيقى